بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين يقتضي الواجب في البداية أتوجه إليكم جميعا بالشكر والتقدير لشعوركم العميق المفعم بالمسؤولية الوطنية التاريخية فكلما دعيه أحد منكم في الأيام القليلة الماضية لتحمل مسؤولية في الحكومة إلا وأجابه مقبلا صادقا غير مدبر أو غير متردد أنه جندي من جنيد تونس لمواصلة حركة التحرر الوطني والحرب ضد مفسدي الأمس ومن التحق بهم في شبكات الفساد والإجرام قبلتم كلكم بهذه المسؤوليات مؤمنين ثابتين مرابطين من أجل غد أفضل ينعم فيه كل تونسي وتونسية بالحرية وبالشغل وبالعدل وبالكرامة الوطنية وقد يقول قائل صادقا كان أو من غير الصادقين أن هذا التحوير الوزري يأتي قبل موعد الانتخابات الرئاسية ببضعة أسابيع ولكن ليفرق هؤلاء الذين نستمع إليهم كل يوم وهم من المفترين الكاذبين ليفرق ويميز بين الدولة وأمنها القومي والسير العادي لدوليبها وبين الانتخابات ودوليب الدولة كما تلاحظون بدون شك تتعطل كل يوم ومن لا يزال في غيه وفي أضغاث أحلامه وفي نواياه الإجرامية يعمل على تأجيز الأوضاع لغايات انتخابية مفضوحة لأنه جبل على الفساد والإفساد بيعلم أن الدولة التونسية تستمر وتتواصل وأمنها القومي قبل أي اعتبار ولو اقتضت المسلحة الوطنية العليا للبلاد ادخال تحوير وزري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تم التردد ولو للحظة واحدة في أجراء مثل هذا التحوير فالوطن ليس كلمة خاوية جوفاء والتونسيون والتونسيات متمسكون بدولتهم معتزون بوطنهم مستمتون فالدفاع عن الاستقلال والسيادة دون نقصان ولو مقدار حبة من خردلي وقد كان تم الاختيار على عدد من المسؤولين في المسؤولين المركزية والجاوية والمحلية بناء على تعهدهم بالعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطلب المشروعة والأمر لا ينسحب على الجميع بطبيعة الحال هناك من عمل صادقا ثابتا مخلصا ولكن لم تمر سوا أسابيع قليلة بل أيام معدودات بعد تكليفهم ألا وانطلقت المنظومة من وراء السطار فاحتواء عدد غير قليل منهم ونجحت في هذا العمل الحقير في الالتفاف وفي التوظيف وفي الاحتواء وتحول الوضع منذ مدة إلى صراعا بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة ما زال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة إلى الوراء وإلى جانبي هذا الوضع الذي تعلمون استمر استلاب فكري بل تعمق وزاد استفحاله ولم يستوهم ممن فتحوا دور أفتاء في كل المجالات لم يستوعب هؤلاء أن تونس دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وأن الدولة التونسية تعيش في ظل دستور جديد أقره الشعب التونسي عن طريق استفتاء نظم في الموعد الذي تم تحديده وتم احترامه وإلى شانب الاستلاب الفكري والقالوني ظهر استلاب من نوعا جديد بل هو نوع من الموت السريري أدى بعدد من المسؤولين إلى الاعتقاد بأنهم يمارسون اختصاصاتهم كما كانت قبل وضع دستور الخامس والعشرين من شارج ويليا من سنة اثنتين وعشرين والفين فغاب الانسجام المطوب وتشكلت داخل أجهزة دولة مراكز وهو أمر يقتضي الواجب وتفرض المسؤولية وضع حد فوريا له ولينظر الجميع اليوم في نص دستورنا الحالي أن الوظيفة التنفيذية يمارس رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة فالوزير هو للمساعدة وليس وزرا أو يمكن أن تكون له اختيارات خارج الاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية ومن مظاهر تعثر الصير الطبيعي لدواريب الدولة في المساوين الجاوي والمحلي عدم تحمل عدد غير قليلا للأسف من المسؤولين لواجباتهم بل أغلق الأبواب أمام المواطنين عوض التوجه إليهم والسعي إلى إيجاد حلول لمشاكلهم ومن الأمثلة هذا قليل قليل من كثير غيظ من فيض ما يتم تلقيه من شكاوة كل يوم بالعشرات من تونس ومن خارج تونس كان من المفترض أن يقوم أولئك الذين تولوا المسؤولية في المستوى الجاوي وفي المستوى المحلي وفي الخارج مسؤولياتهم كاملة لكن للأسف حينما توله بعضهم السلطة أخذت العزة بها ووضعه أبواباً وأقفالاً أمام المواطنين وحصنا في عديد المرات حينه يتم قطع الماء أن تدخل أقل بالليل وفي الفجر مع عدد من السلطة الجاوية والمحلية لنبيه لأن الماء تم قطعه في تلك المنطقة فيجيب فيجيب لهذا أن لم يكن نائماً أنه لا علم له بذلك وتتدخل عديد الأطراف الأخرى لإعادة الأوضاع إلى نصابه وحينما تحولت إلى بعض الولايات لم يكن أحد المسؤولين الجاويين يعرف المعتمدية التابعة لولاياته ولم يكن أحد المسؤولين المحليين يعرف القرية التي توجهت إليها ولولا أعوان الحرس الوطني الذين مكنونا من الوصول إلى تلك القرية لما وصلنا إليها فلا جدير بالمسؤولية وتم التنبيه إثر التنبيه والتحذير تلو التحذير ولكن الجواب التقليدي الجاهز الذي مجدت الأسماع ولم يعد يقبل به أي مواطن هو أنه سيتم تشكيل لجنة هذا إذا تشكلت وبعد تشكلها تقوم اللجنة بأعمالها لتنشئ لجنة جديدة واللجنة الثانية تعقبها في كثير من الأحيان لجنة ثالثة والمواطنون يعانون البؤس والفاقة والحرمان ثم أن الأموال مرصودة والمشاريع مفقودة فالتحوير اليوم ضروري لأنك لو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد فلابد من إزالتي أقداس الرماد لما سأخر اللحظة كما لم أستقدمها بل كان تأنياً وصبراً والماً قال تعالى أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صبرت وصابرت والله ولي التوفيق كان العمل مضمئ في ذن منظومة عملت على إجهاد الثورة ووضعت على مقاسها نظاماً ليذفي شرعية وهمية سورية على من استولى على الثورة على هذا الانفجار الثوري غير المسبوق وكان الهاجس الأكبر خلال كل المدة الماضية هو أن لا تسيل قطرة دم واحدة لأن هناك من كان يهدد بإشعال حرب أهلية وكلكم تذكرون ذلك هذا فضلا عن الأزمات المتتالية المفتعلة في أغلبها في كل قطاع وفي كل يوم تقريباً لتأجيز الأوضاع وكان هذه المنظومة توجه رسالة مفتوحة مفادها الشعب يريد أما نحن فنفعل ما نريد ولكن أن لهم أن يفعلوا ما يريدون لقد تحول الوضع اليوم إلى صراعاً مفتوح بين الشعب التوريسي المسر على التحرر وعلى العدالة وعلى الحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة إلى الوراء هذا إلى جانبه التحديات والحمد لله تم رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على اختياراتنا الوطنية ولا أريد أن أدخل في لغة الأرقام ولكن مخزون على البنك المركزي من العملة الأجنبية ويكفي من وصفها بالعملة الصعبة عملة أجنبية دائما صعبة بلغة الفرنسية ديفيز لماذا صارت بلغة العربية صعبة دائما صعبة هي تدل على نوعا من الاستناب الفكرية الذي تحدثت عنه تحسر نسبة النمو ارتفعت بنسق بطيء نتيجة لهذه الأوضاع التي يجب وضو حد لها هناك نجحات ونجحات إن شاء الله قادمة بناء على اختياراتنا الوطنية وليس بناء على أي أملاءات خارجية لن نقبل بها أبدا فليقلب الكثيرون صفحات الدستور وليقرأوا التاريخ جيدا ليقرأوه جيدا ليقرأوا صفحات ألقى بها الشعب التونسي في مزبلة التاريخ ومن كان يعتقد أنه يستطيع إرباك الشعب التونسي من الخارج عن طريق عن طريق الرجيف والأكذيب والأدعاءات فالأعلم أيضا جيدا جيدا أن الشعب التونسي أظهر أظهر من النزج والأدعاءات والوعي ما يكفي لإحباط مؤامراتهم سنواصل العمل إن شاء الله ثابتين صامدين مرابطين ولا نتراجع إلى الوراء أبدا عاشت تونس حرة مستقلة أبدا الظهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته